تكلموا دلوقتي كل بقى اللي يطلع بقى يوم جاي حافز كلمتين يقول لك ايه والله الله يكون فعونك كابتن حسام اصلي ما عندوش لعيبة هو انا لعيبة الاهل دي ايه ولعيبة الزمال ما هي القرى اللي موجودة دلوقتي دي لو ما برمقتش نفسي وسسس نفسي على اللعيبة دي يبقى مشي ما هو ده المنتج اللي موجود اشي كابتن انا جاي في الظروف دي اكيد هتاقلم وهمشي زي ما انت بتقول بس انا برضو الظروف بتساعدني حوالي صعبة جدا كله دلوقتي كله فرد ايديله كله فرد ايديله كله فرد ايديله كله فرد احنا عايزين مصر احنا عايزين مصر طب ما انا بقول لك فردين هو دلوقتي كابتن حسام اول مدير فاني المنتخب مصر اسمع بس فلازم نساعده اسمع بطب ما انت اهو انت او ما قلت اجل الاسبوع اللي هو كان قابل البرانتولات ده الوامنجة دي واخد بالك اه اتأجل ولا ما تأجلش تأجل حد عارض لا يبقى ايزا ان كله مستعد ان يعمل اي حاجة عشان حسام حسن ينجح مش انت بقى ما تطلعش يتقول اصلنا اللعيبة اللي موجودة مش هي القماشة طيب هجيب منين تاني الخطيب هجيب منين نابدريكا هجيب منين حسام حسن يتطرج على ايه? لا هو يشوفها كل يوم معايا. معا ايه? هيديهم ايه? هيديهم ايه? هيديهم ايه? هيديهم ايه? هيديهم اه التاكتك في ببروناتو يقولهم ارضاعه بقى كانت اه كل واحد يحفظ اه او يقوي نفسه بالا المنتج اللي انا عم ايه عم فيه? طيب ما انت بصت ما انتعلم بيروا بساكتين ما عليش? اه فكرة كابتن جوهر فكرة كابتن جوهر بدا تلغى انا دلوقتي عندي انا دلوقتي بقى اولا اللعيب بيجيلي جاهز من النادي طيب يعني انت انا عشان كده اللعيب اللي بيجيلك جاهز من النادي رأيك فيه انت انت رأيك في ايه? في اللعيبة الدور المحلي طيب انت اقول لي رأيك نكتش حصيا بتيجي تقول لا فيه لعيبة اه اه وفيه لعيبة فيه لعيبة اه غير اللعيبة دي في الدور المحلي مفيش طيب انت بقى ايس على كده تونس المغرب لا لا ايه با ده المغرب معلش لا المغرب ده زيك ممكن تونس اقول لك قريبة مننا المغرب زيك وتونس زيك اسمع بس والجزارة ما كلهم محترفين يا كابتن يا عم اسمع المغرب كلهم محترفين تبع ناكش للخمسة بس المحترفين يا با ماشي ماشي انا حتى المحترفين ده هو تونس اقول لك ماشي حتى لو محترفين عايزين مدارب حتى لو محترفين عايزين مدارب المدارب اللي معهم ده مع كل الاحترام يعني ده برضو صاحب لقطة والكلام ده ويقعد في المطشط بتاعت افريقيا والمش عارب ايه ومالعب الصلاة تلعيه فيه عشان املا يعني انها هم عندهم لعيبة كويسة ولو معاهم مدير فني قوي وفني قوي هتقول لي ما اخده الرابع دي تفرق لا بس برضو ابعد المغرب لان دول كلهم محترفين يا ابني المغرب كانت مفروض تاخد بطولة الامم وانت مغمض ماشي ماشي ايه ماشي اهم يعني احاسبك ازاي اني ماشي كان عندهم لأ عندهم اتزغل كان عندهم بعض من الغروب شوية في في البطولة دي انا بقول ليه عشان العملو فكاسة عشان المدير الفني بتاعهم اصلا بتاع لقطة مادهمش حاجة مع ان هم اسماء اقوى من الاسماء اللي عندك والاسماء بالنسبة الاحترام معادي طبعا صلاح ده في حتة تانية انسا ده يقوش ده الولد اللي بيقوش تمام ومعانا بقى معانا في ايه معانا في المنتخة طب قول بقى لكابتن ابراهيم والكابتن حسامي يشغالوا بمخهم كده وربنا اهديهم ويعرفوا ان مفيش عند وان ما مصرفه الجميع وانتو لو كلمتوا معا كويس الرجل مش هاي مفيش مشكلة كابتن بس هطلع لفاصي وهارجع لك تاني هطلع